الموضوع اللي احنا نتكلم عنه النهاردة ده موضوع في غاية الحساسية وكثير من الناس ما بيعرفوش أثره السلبي على الحياة الزوجية ممكن يوصلنا لحد إيه لأنه مرتبط بشوية أفكار وشوية أوهام بتخلي المسألة صعب التعامل معها يعني مثلا أنا أقول لكم حاجة مهمة جدا زي ما الناس كتيرة بتحب تشرب الشاي وبتقول إن الشاي بيعدل مزاجها للأسف في ناس كتيرة في الحياة الزوجية بيشربوا الحشيش والمخدرات وبيقولوا كمان إن هو بيعدل مزاجها النهاردة عن نتكلم إزاي نتعامل مع شريك الحياة اللي بيتعاطى المخدرات وخاصة لو كانت المخدرات دي تهيه مخدر الحشيش تب أقول ليه؟ لإن من خلال الإرشاد الزواجي ومن خلال الحالات اللي بتتعرض علي أكتر حاجة بتعطاها الناس هو الحشيش بسبب إيه؟ بسبب إن كتير من الأوهام وكتير من الأشياء الغير صحيحة بتدور حوالينا هذا المخدر هل أنا بشوف كتير زوجات وكمان أزواج بيعانوا إن شريك حياتهم مدمن وبيشرب هذه المخدرات؟ أه طبعاً ونسبة مش قليلة وعشان كده إحنا لازم نعرف إزاي يتعامل شريك الحياة مع هذه الحالة الصعبة في ناس كتير بتقول الحشيش مش مخدر ومفوش إدمان وبيقولوا كمان إن هو مش مؤذي لا الحشيش فيه إدمان ومؤذي وحرم شربه لأن الرسول الله صلى الله عن كل مسكر ومفتر وهذا الحشيش مدمر للأعصاب ومدمر لنفسية الإنسان ما فيش حاجة اسمها لما أحب بطل الحشيش هبطله ده كلام ما بتقولهوش غير النفس الأمر بالسوق لأن من أسوأ ما في الحشيش إنه بيلعب بالدماغ والناس اللي بيعتادوا على شربه بيبقى عندهم حالة من حالات عدم التركيز وشايف إن ده نوع من أنواع المزاج هو ده مش نوع من أنواع المزاج هو نوع من أنواع الوهم نوع من أنواع الكذب نوع من أنواع الأساطير اللي موجودة أو بالمناسبة فيه أساطير كتير بتدور حول المخدر ده مخدر الحشيش وحصل عندنا تشبيك بقى من بين مفاهيم حول المخدرات هو مش حقيقي مثلاً أنه يستخدم عشان المسألة الجنسية بعض الناس بيقولوا كده زي ما بيقولوا على أدوية تانية بيستخدم عشان المسألة الجنسية وبيستخدم كمان عشان يخلي الواحد قادر على أنه يفكر بطريقة مبدعة وعلى فكرة الكلام ده وطعات الحديش تضارب في كل طبقات المجتمع وبعض الناس اللي بيشتغلوا في الحاجات اللي محتاجة اللي بيشتغلوا في الحاجات لا علاقة بالفن بيقولوا إحنا بنعمل كده عشان يساعدنا على الإبداع كل دي أكاذيب وكل الحاجات دي ممكن يحسها الإنسان بالإيحاء وبسبب رفقاء السوق الدوية على الودان والمادة نفسها ملاش أي علاقة بكده مادة الحشيش نفسها ملاش على أي علاقة بكده ولذلك على طول لازم يسمع الشخص ده قوله تعالى بل الإنسان وعلى النفسية بصيرة ولو ألقى مع عزيرة حتى لو قدرت تقنع الناس اللي حواليك بكده بلأ الإدمان ده حالة من حالات الانفجار في كل قيم البيت زي قيمة الإمان وقيمة الراحة وقيمة كمان المستقبل وبيطلق البيت زي الأرض الخراب المحروق لا يبقى فيه كرامة لأهل البيت ولا يبقى فيه موارد ولا حتى بيبقى فيه تفكير سليم بازد الدنيا بيبقى الإنسان بيلهس وراء المخدرات ويبقى إنسان اعتمادي بيعتمد على المادة مادة المخدر دوت ومادة الحشيش عشان يقدر يكمل اللي بتكلمه دوت أنا عايز أقولكم البيوت بقى فيها ضمار بسبب هذا الأمر ليه طيب؟ للأسف أعرف ناس بسبب الإدمان وبسبب وبسبب كتير من الأسرة حولوا الانتحار فالزوج لو أدمن بيخلي البيت من غير سند ومش كده وبس لأ ده بيخلي كل فرض من أفراد الأسرة معرض للخطر بكيفية معينة الزوجة تبقى معرضة للخطر إنه ممكن يصل في حالة من حالات الإدمان اللي هيقطع إيديها عشان ياخد الغوشة اللي في إيديها أو مثلا ياخد منها حاجة من الدهب أو يعرض الأولاد نفسهم إنهم ينحرفوا أو يتعامل معهم بعنف لتحت تأثير المخدر وممكن يصل الحال إنه يطل زوجته أو حد من أولاده أو يعتدي عليهم عشان ياخد الفلوس اللي معاه لابد إنه إحنا نتعامل مع المخدرات قبل ما صحب يصل للإدمان وعشان كده ما فيش حاجة اسمها تفريح أنا آسف أتكلم معكم بشكل واضح أتكلم بشكل واضح ما فيش حاجة اسمها كده ليه طيب أنا إيه لي بخليني بقول كده إن أنا في الاستشارات الزوجية في حاجتين دايما حاضرين وغائبين لما يحصل كده خلافات أبعارف إن فيه خلل في حاجة من الاتنين دي تلعلاقة الخاصة اللي هي العلاقة الجنسية وكمان إنه ممكن يكون الزوج وساعات بمناسبة وساعات الزوجة بيطعطها مخدرات وحضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ده مش ضرر وضرار بس ده إفساد للحياة الزوجية كلها لازم نعرف إن المكافحة بحب أنا أسمي الكلام ده إن المكافحة الزوجية للمخدرات مش بتبدأ لما يحصل الإدمان لكن بتبدأ لما يتقال إن فيه تفريح وإن كل الحكاية دي أنا عملت كده مع أصحابي بس مجاملة أو إن أنا عملت الكلام ده كده نوع من أنواع التجريب لازم نعرف المخدرات لا فيها تجريب ولا فيها تفريح المخدرات لا بتفرح ولا بتتجرب المخدرات فيها حاجة كل الناس اللي بتعطوا مخدرات عارفين إن فيه حاجة يسمعها سدوحليقة الإنسان لما بيبتدي بيتزحلق ويا سلام لما نربطها إن هي بتخلي الإنسان يخفف من عليه أول حاجة بتقال في المخدرات هي إنها بتعمل إيه؟ بتبوز الموارد وبتخلي الإنسان أناني بس الأهم كده إن أول حاجة بيفقدها الإنسان مع المخدرات عارفين إيه؟ بيفقد إنسانيته وشهامته وبيفقد كرامته بيفقد إنسانيته لما يتحول إلى الإنسان أناني وبيفقد كمان شهامته لما يشوف كل اللي حواليه بيتقزه هو شايف إنه ما عمل لهمش حاجة ده هو بيضر للنفسه بس كل دي أكاذيب ويفقد كرامته لما ما يحسش إن كرامة بيته وأسرته من كرامته ده رجل إدمان ما بيقتصرش على المدمن على فكرة لكن كمان عندنا حاجة اسمها تعاطي الصغار لأن الأطفال الصغيرين يتعاطوا كمان زي الكبار وسعدت للأسف شوفنا ناس كبار بيخلوا أولادهم يتعاطوا وده وقت بيخلي الحالة في غاية السوق طبعا نعمل إيه بقى؟ ننصح الزوجة اللي عندها زوج بيتعاطى بإن هي تعمل إيه؟ عندنا شوية إجراءات لازم نعملها لأن في الحقيقة إحنا ما عندناش فرص كتيرة إن إحنا نأجل التعامل مع هذه المسألة أول حاجة من الإجراءات اللي لازم نعملها أنا بطلب وبقول مبادرة إن إحنا يبقى عندنا جزء من الشهادة الصحية اللي المقبلين على الزواج يبقى فيه تحليل مخدرات وعلى رأس هذه المخدرات مخدر الحشيش يبقى على رأس هذه المسألة لنضيف الكلام ده في تحليل إيه؟ في التحليل التحليل اللي إحنا الشهادة الصحية اللي بتكون قبل الإيه؟ قبل الجواز الإجراءة التانية اللي لازم نعلم أولادنا عدم الاعتماد على أي شيء خارج إرادة الإنسان وأنهم لا يعتمدوا إلا على صداتهم بالله سبحانه وتعالى ولازم يأخذوا بالأسباب وينموا قدرتهم عشان حياتهم تكون حياة صحيحة لما تكون ذاته حصل لها نوع من أنواع البناء الصحيح ويحصلوا كمان ثقة بنقول كمان لزوجة الشخص اللي بتعطى بشكل بسيط لو سمحت لا تقبلي ده وقفي وقفة وطحة قوية أمام هذا المخدر لأن في الحقيقة هذه الوقفة لو تأخرت اللي بيحصل الأمر بيحصل فيه تمادي ولازم تقولي بشكل واضح أن البده لو أنت بتحب أولادك لو أنت بتحب زوجتك لو أنت بتحبنا مش هي لأ أنت بتتعطى ليه عشان تخفف من عليك أنا مستعدة أن أنا أكون السدر الحنين أنت ممكن تلجأ إليه بس أرجوك ما تودناش إلى طريق الضياع طريق الضياع دوت مش هيكون لما أنت تدمن طريق الضياع دوت بيكون لما أنت تجرب إحنا مفروض نكون أعز عليك من ده وهي ما تعتبرش أنه ده حاجة بسيطة وتتهاون من الأول خالص لازم نوقف قدام ده ما ينفعش أن الدولة كلها تكون بتوقف قصد ده والمكون الصغير من الدولة بيتهاون فيه لازم نكون واضحين إذن يا سادة والشخص اللي بيدمن فيه مؤسسات كتيرة ممكن تساعدك على رأسه صندوق مكافحة الإدمان فلو سمحتم اعملوا الحلول دي والحلول دي إن شاء الله هتعمل فتح وتوفيق وما تنسوش تدعو لكل شخص أن ربنا يتوب عليه ويفك أسره من الإدمان ومن التعاطي ومن التسليع ومن كمان التجريب جعلنا يا رب في حماك وجعلنا يا رب في رضاك وجعلنا دايما يا رب في حسنك يا رب العالمين أكرمنا بكرمك على الدوام